احنا في عيد الحب في اسئلة كتيرة جدا يعني دايما بنفكر فيها الراجل بيحب بعقله ولا بقلبه والست بتحب لها ولا قلبها اكتر مين اللي بيحب مين بشكل اكتر مين اللي بيحبه اكتر الراجل ولا الست طب ايه الحاجات اللي من خلالها يقدر الطرف الاولاني يعبر عن حبه للطرف التاني في مناسبة مهمة زي دي ازاي يبقى فيه نوع من انواع الرسائل اللي بتبين حب الانسان للطرف الاخر يمكن شوفنا نمازك على ارض الواقع لكن عايزين كمان نشوف رأي علم النفس ايه في الموضوع ده يعني فعلا الناسات كتير نقعد نقول الستات عطفية اكتر ما بتعبرش او بتعبر بشكل مبالغ فيه ساعات رجالها مش بتعبر عايزين نعرف هالكلام ده هي اصلا ولا لأ معانا من ورانا في الستوديو دكتورة رباب الششتاوي واستشاري علم النفس وعلوم الطاقة اهلا بيك يا دكتورة اهلا وسهلا يعني سؤال يمكن بيطرح نفسه دايما بنبعايزين نعرف الست بتحب الراجل اكتر ولا الراجل بيعرف يحب اكتر سؤال عائم شوية هو التعبير عن الحب هو الحب موجودة عند الراجل وعند الست الست بتحب والراجل بيحب بس تعبير الحب عن الراجل غير تعبير الحب عن الست الراجل دايما بقول رضا صعب الست رضاها سهل يعني اي زوجة مثلا عشان ترضي جزها لازم يكون شكلها كويس و لما يجيت لكون عاملة اكل ويكون البيت مرتب ويكون الولادها دين وما تتكلمش في مشاكل دي الرجالة بيعتبروا ده دي رسالة الحب دي لغة الحب لكن الست بتبقى اي كلام حلو انت ترضيها بكلمتين حلوين يا حبيبتي اللي انت علي يا حبيبتي والله انت اللي من وراء البيت يا حبيبتي اكلك احلى اكل في الدنيا انا عمري مكلت اكل زي دا الكلمة دي يعني دايما بقولي الستان بتتملأ بالزنبالك يعني تقول لها كلمتين حلوين هتبقى خلاص دايما بيقولوا ان الست بتحب بودانها و الراجل بيحب بعينه لا الراجل بيحب حب راجل مكلف مع حب العين ده مكلف يعني حب العين دوت بيصرف طيب أنا على الفاكرة كل ده ما كما قلت شو جاءت نظري فضلا عصلي العين شايفت دينت التويك لا ردا الراجل طبعا صعب طيب لو قلنا ان الراجل بيبقى لي يعني قدرة على التعبير غير الست يعني احنا يمكن بنفكر بشكل مختلف شوي وفي كتب في التراث العالمي زي رجل من المريخ وامرأة من الزهرة يمكن فصلت الأمر ده بشكل علمي ودقيق اتكلمت ان الست بتبص للأمور من منظور ونثوي بتحب الكلام الكتير بتحب الراجل بيعبر عن الحب بانه هو بيشتغل بيكفي بيته بيكفي أسرته في ظل ممكن نقول انه هو تضارب في المفاهيمة بين الراجل والست أفضل يعني تسوية ممكنة في الخاصة دي الموضوع محتاج شوية وعي اي اولا يعني شغل الراجل ده إثبات ذاته يعني الرجال قبل ما بتتجوز بتشتغل وبعد ما بتتجوز بتشتغل تمام والمنفصلين بيشتغلوا تمام والأرامل بيشتغلوا صحيح والمليارديرات بيشتغلوا يعني مش حاجة الراجل يقول لا الراجل ما يقدرش يعيش من غير وجود في المجتمع من غير ان هو يبقى عنده بيزنس من غير ان هو ينزل الصبح يبقى عنده شغل يعمله ده أساس وجود الراجل اتخلق من الأرض يعني سبق آدم عشان من قديم الأرض فهم الراجل في الأرض البيت جزء من حياته لكن الشغل بيعتبر كل حياته صحيح المرأة العكس المرأة خلقت من روح فإحنا نخدم روح الشغل التطوعي إن احنا نقدم حاجة لحد ده كل حياته عشان كده لما بتشوف راجل متضايق وزعلان ومكشر بيبقى عنده مشكلة في شغله ومش في بيته لما بتشوف ست مش مبسوطة بيبقى عندها مشكلة في الراجل اللي في حياتها جزء حبيبها خاطبها ده الطبيعة دي الطبيعة البشرية فالدنيا كده فالست بتبقى سعيدة لما بتشوف الراجل اللي مرتبط بيها سعيد بيها حاسة إن وجودها بيخلي حياته أحلى حاسة إن هو ممتن إن هي في حياته إن هو بيفضلها عن أي حاجة تاني بيديها الإحساس ده وطبعا بيفضل شغله أكتر بس بيديها الإحساس إن هي الوزيرة بتاعته هي المعينة بتاعته عن الحياة فهي هنا بتتحقق السعادة بصرف النظر ده ترجم لعطاء مادي ولا لأ لأن في ستات كتير بيحبوا رجالة مش واخدين منهم حاجة يعني في ست ممكن تحب راجل يكون مسافر مثلا وهي تفضل سعيدة إن هي بتتواصل معها أو بياخد رأيها وإيها المستشرة بتاعته بتبقى سعيدة كده في ستات بيحبوا رجالة في أوضاع خطرة يعني يعني بيبقوا مسجونين أو ومع ذلك يعني الناس اللي في السجون قالوا لي ده قالوا لي إن هم بيروحوا ويعملوا وجبات ويتحايلوا طب بندخل لهم طب وهي مش واخد منه أي حاجة في الحياة إلا إنها حاسة إنها بتعنيه شيء فإحنا بنبقى سعادة لما بنحس إن أنا أعني للراجل اللي في حياتي شيء دي سعادة طب قد إيه مهم إن إحنا يعني نختنم الفرص وقد إيه مهم إن إحنا نعبر عن حبنا للشخص اللي قدامنا من وقت الثاني يعني فيه بعض أنا بسمعها كتير قوي إنه طب ما أنت مراطي طب ما أنت جوزي طب ما إحنا بقالنا ما يبقى أكيد بحبك أكيد بحبك لا يعني إزاي مهم إن أنا أختنم فرصة زي الفالنتاين مثلا أو من وقت للتاني وعبر عن حبي مش شرط بهدية هدية يعني بس ممكن أجيب هدية أو إن أنا أعمل زي ما كنا بنقول في البداية مثلا أكلة حاجة تحط فيها مجهود يعني ما هو الراجل محتاج ده ما هو الراجل محتاج أكلة حلوة محتاج بيرفيوم ريحته حلوة محتاج بيت بقى شكله مختلف قسرة الروتين محتاج يروح يلاقي ورد في البيت يلاقي أكلة بيحبها عملتها هو الراجل بيحتاج التعبير على الحب بالطريقة دي الست بتحتاج الطبطبة وتحس بقى إن هو قسر الروتيني اليوم ده عشانها أنا رجعت من الشغل بدري عشانك يعني حتى لو هو جايب لها شكله إن شاء الله هو جايب لها وردة واحدة بس أنا النهاردة أنا النهاردة خدت إذن الصبح عشان أفطر معاكي قبل ما أروح الشغل إن هو في نص كده اللي بيشوفنا بقى يبعت رسالة بقى ورده رسالة بس أو يسجل لها فيديو حبيبتي النهاردة عيد الحب كل سنة وانتي طيبة المواضيع الصغيرة دي بتعني للمرأة كتير بتعني لها كتير رغم إنها حاجات صغيرة خالص والرجالة مش واخدين بقى لهم لأنهم شايفين من منظورهم يعني الراجل هو شايف من منظوره إن لازم حبه مكلف فهو يتى يقبله إن رده المرأة مكلف لا خالص خالص رده المرأة بسيط إنها بس يقول لها أنا جيت النهاردة بدري عشانك أنا جبت الشوكولاد اللي أنتي بتحبيها أنا جبت الحاجات اللي تعملي بيها الأكل اللي أنتي بتحبيه يعني لو هي بتحب وجبة معينة مثلا فقال لها أنا نزلت النهاردة وشريت كذا هذا وكذا يعش λيب تعال pierwsze consumي الأكل اللي أنتي بتحبيه هي بتحيص إن دا إن هو فاكرها إن هو معتني بيها كير بيه فده يبقى بالنسبة لها حاجة حلوة طيب إزاي في عيد الحب يتم تجديد هذا العهد أو هذه المشاعر إزاي يبقى فيه نوع من أنواع أن إحنا يعني لو حياتنا روتينياً خلي الموضوع ده يطلع مرة تانية مديميزة الأعيان بقى مفيش حاجة اسمها إحنا متجوزين ما عندناش عيد حب إحنا كل يوم عيد حب مفيش ده إحنا محتاجين في عيد الحب نكسر الروتين محتاجين في عيد الحب ناخد يوم أجازة اللي ملحقش النهاردة ياخد بكرة مثلا أو يكسر الروتيني يوم يعني يكسر الروتيني يوم بأي حاجة بقى يعني إحنا محتاجين نفتكر أيام الخطوبة نفتكر لما ارتبطنا ببعض أول مرة شوفنا بعض إن إحنا نتكلم في الزكريات السعيدة دي بتأوي الحب إن إحنا نجدد احتياجنا لبعض الاحتياج نقطة ضعف الرجل والمرأة يعني المرأة بتهتم ليه بالبيبيهات وكير قوي بيهم البيبي عن جوزها لإن إحنا محس البيبي ده محتاجنا البيبي من غيرنا يضيع فده نقطة ضعف الستات نفس القصة نقطة ضعف الرجال لما يحس إن مرأة من غيره تضيع ودي حقيقة إن أي مرأة من غير جوزها هيبقى فايتها كتير فبرضو دي نقطة ضعف الرجال فإحنا نجدد احتياجنا لبعض عشان كده في البر الغربي بقى ما بيقولوش كتير I love you يقولوا I need you أنا محتاجي لك دي ترجمة حياتية أو حرفية للحب وهو الحب احتياج الحب احتياج فأنا أحسس الطرف التاني لأن أنا محتاجي لك وأن أنت مهم في حياتي وأن أنا ما استدارش أستغل عنك ونفس القصة بالنسبة للراجل يفهم المرأة أنهو محتاجها أكتر من أطفال فدي كده بنجدد عهد الحب وبنجدد الحاجات الحلوة نفتكر الأوقات السعيدة اللي كنا مبعد نشغل شريط فرحنا نشوف نفتكر أول الذكريات ونبتدي نكمل حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا بتبقى حاجة لطيفة واحنا النهاردة في عيد الحب كان معنا قصص كتير في سبعة القرية مصر اتكلمت عن الموضوع كان معنا نمازج من ريف مصر وصعدها وكل الأماكن وكل القصص أنك حقالت أن كلمة السر الحقيقية في الحب واستمراره هي الرضا الكلمة دي ممكن مش موجودة دلوقتي عند الجيل ده الجيل ده بيقارن في السوشيال ميديا بيقول ده أفضل ده أحسن وده بيخلي فيه نوع من أنواع الخلافات بتكتر رصيحة لأي زوج وزوجة في بداية حياتهم تقول لهم إيه الأي جيل اللي هما لسه متجاوزين يعني أيوة اللي تجاوز دلوقتي تجاوز عنواعي غير اللي تجاوزه من 15-20 سنة اللي تجاوز 15-20 سنة كان بيتعامل مع المرأة أنها آخر قطع لأن كان فيه قصة كده أن البنات ما يكلموش الولاد في الجامعة ودولوا وحدهم ودولوا وحدهم ولو راجل يكلم بنت أو شاب يكلم شابة فهو بيفكر فيها بطرية مش كويسة فالبنت اللي الولاد تكلمها اتعاملت معها كأنه آخر قطع واتجاوزته بعدين فوجئت بعقلية مختلفة والراجل نفس الفكرة البنت اللي اختارها لشكلها تقوله تجاوزتها ليه؟ يقولك عشان شعرات طويل ولونها الخامري طب دمخة ايه؟ اختلفنا بعد الجواز فانفصلنا لكن الجيل ده لا الجيل عنده وعي والجيل من حقه يقارن قبل ما يتجاوز طبعا يعني هو أي حد خد حد خده باختيار وبوعي شاف عقله ازاي طب ليه نسب الطلاق مرتفع في الجيل ده رغم أنه هو زي ما بتقولي كده ولو بصنا الوراء ما كانش فيه الكلام اللي انت بتقولي ده خالص في الستينات السبعينة لا الستينات برضو قصة مختلفة الستينات كان فيه وعي يعني كان فيه حضرتك قلت اكر قطعة ورغم ذلك لا مش بكلم على الستينات بكلم على اللي جوازوا في التمانينات واللي جوازوا في الأول التسعينات دول فيه من نسب الطلاق ليه؟ لأنهم ما كانش فيه انفتاح في المجتمع اللي جوازوا في الستينات لا اللي اتجاوز في الستينات عايشين حياة كويسة جدا لانهم برضو اختاروا بوعي كان فيه انفتاح في المجتمع وكان عادي في الارياف حتى كانوا بيعودوا مع بعض ويكلموا بعض فالتجاوز واحدة جاوزة حان القتناية عارف انها تكملوا ففي الستينات لأ كانت الناس مقتنعة ببعض وكانوا مكملين مع بعض وكانت الدنيا لطيفة في اللي اتجاوزوا هم ما يعرفوش بعض يعني اللي هو في التمانينات والتسعينات كان فيه قصة كده غريبة القصة يعني انعكست في الجامعات وكده ان ما فيش ولد يكلم منتو اللي هيبقى عايز منها حاجة مش كويسة وبنتو ما تكلمش ولد بيفكر فيها تفكير مش كويسة ومجاب بعض الاو ايوة ايوة فلما اتجاوزوا اتجاوزوا عالشكل يعني دكتور رباب اديتنا كده زي كابسولة فانه ازاي نجد الطاقة بيتنا وحبنا وازاي نعبر عن الحب في عيد الحب فشكرا لكي دكتورة رباب الششتاوي استشاري علم النفس وعلوم الطاقة شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتك وكلكم